ازاي اكوا عاملين ايه كله تمام بي بي سي منظومة من التاريخ المزيف بي بي سي منظومة من الموضوعية الكاذبة بي بي سي هي واحدة من اكبر الجهات التي تمارس الكاذب الاعلامي وتستطيع ان تضع في كتب ومؤلفات ومراجع بي بي سي بتجذب اكتر من جوزيف جوبلز وزير اعلام هتلر او وزير الدعاية لدى هتلر بي بي سي طول عمرها كاذابة بالمناسبة بي بي سي طول عمرها لا تتحلى بموضوعية بي بي سي طول عمرها لا تتحلى باي مهنية وفي كثير من الاحوال لم تتحلى حتى بالاخلاق ده بالمناسبة يعني طيب ليه الكلام ده اقدر اقولك بمنتهى البساطة لو انت رجعت تاريخ هذه المؤسسة التي ترى انها عريقة والعراقة ليست بالقدم وليست بعدد السنين على الاطلاق وانما بالتزام هالموضوعية بي بي سي مرسة كل الكذب اللي ممكن تتصوره في الحرب العالمية التانية على سبيل المساعد مرسة كل الكذب ولا مهنية ولا موضوعية وانحضار الاخلاق عندما تحدثت عن مصر بعد صورة الزباط الاحرار في اتنين وخمسين اثناء الف وتسعمائة ستة وخمسين والعدوان السلاسي مرورا بكل السنوات حتى هذه اللحظة او على رأي زمالتي العزيزة حتمة ويبتتكلم طموها بعد الفين ووحداشر يا مزيفه لا عشان كده انا بقولك هي المسألة انها تاريخ من الزيف تاريخ من الكذب تاريخ من اللاموضوعية بي بي سي انا ممكن قعد اطلع لك مجموعة من الوقائع من اربعينيات القرن العشرين وحتى هذه اللحظة بالعشرات تعال نشوف اللي عملته بي بي سي في الفوارق ما بين العناوين عندما تقول هند رجب وجدت مقتولة كويس يعني حتى لو زمالي يحطوا علينا عشان اعرف رايب تبقى حاجة كويسة جدا هند رجب وجدت مقتولة في غزة بعد النداءات لاغاثتها اهي هند رجب سيكس هنا عايزين يقصدونا سيكس ييز اولد فاونداد ان جازا دايز افتر فون كولز فو هلب هند رجب ابنة الست سنوات وجدت مقتولة او وجدت قتيلة بمعنى اذاق او وجدت ميتة في غزة بعد ايام من محادثة تليفونية لاجل المساعدة طيب ده كلامهم عن هند رجب او زي المهم كانت بينها هند رجب طيب الحرب الاوكرانية بيبي كيلد خده لك بقى بيبي كيلد رضيع قتل رضيع قتل بعد هجمة روسية على فندق طيب بيبي سي لو عندهم ضمير او لو عندهم مهنية او لو عندهم موضوعية او عندهم اخلاق يقولوا هند رجب التي حوصرت بالدبابات وسط جثمين اهلها الان قتيلة لو عاوزين يساووا ما بين الوضعين الانسانيين لو عاوزين يساووا ما بين الوضعين الانسانيين او علشان المزيد من الموضوعية فيقولوا هند رجب التي حوصرت بالدبابات الاسرائيلية بين جثمين اهلها الان ميتة زي بالزبطة ما قالوا رضيع قتلة بهجمة روسية على فندق كذا انت هنا ذكرت روسيا عندنا ما ذكرتش ان اسرائيل هي اللي قتلت هند رجب قلت هند رجب سيكس ابنة الست سنوات كان ممكن تقول طفلة او الطفلة هند لكن عند الطفل الاوكراني قلت رضيع طيب السؤال على رأيي برضو زملائي الاعزاء وهل لازال احد يفكر او يظن او يعتقد او لدي حتى ولو يقين مهتز في انه بي بي سي منظومة من الكذب عشان كده دايما نحاول اقولك الجماعة انتو بتحبوا بجد تاخدوا دايما اخباركم ومصادركم من الاجانب ليه يعني مين اللي فهمك ان الاجانب هم الموضوعية مين اللي فهمك ان الاجانب هم المهنية مين اللي فهمك ان الاجانب هم الامانة ما حصلش تاريخ العرق الابيض هو تاريخ من الوحشية يمكن كنت لسا حتى امبرح بقول لكم في النهاية يا جماعة اللي بتعملوا اسرائيل في الفلسطينيين هو هو اللي عامل العرق الابيض في الامريكتين انتو عارفين انه هم وزعوا بطاطين ملوسة بالجدري على السكان الاصليين في الامريكتين علشان يبيدوهم ويخلصوا ده اللي حصل ده تاريخ وبالمناسبة موسق وبالمناسبة حتى أرقى الجامعات في أمريكا الشمالية أو في أوروبا الغربية يا سيدي مش الشرقية بيقولوا الكلام ده إنه حصل بس إحنا مش عاوزين نقرأ وطول الوقت بنتطلع للشمال ونتطلع للغرب باعتبارهم أنها قبلة الفكر وقبلة الحرية وقبلة الديمقراطية وقبلة الإنسانية وكل ده كذب وعاري من الصح هم اللي استعبدوا أهلين الأفارقة وصدروهم وكأنهم بضاقة إلى الأمريكتين دول الأجانب اللي انتوا بتحبوهم أو اللي بتصقوا فيهم أو اللي بتصدقوا أنه هم صاغوا القيم الاجتماعية الحديثة ما حصلش ما حصلش خالص بل بالعكس أنه أكثر المجتمعات إنسانية هي المجتمع اللي عايش في المنطقة دي بالتحديد من أول حدود العراق لحد آخر حدود المغرب يعني من الحدود العراقية الإيرانية وحتى الساحل المغربي على الأطلنطي دي أكثر المجتمعات تحليا بالإنسانية الأمانة مش في الشمال ومش في الغرب الكذب موجود في الشمال وموجود في الغرب عشان كده هتلاقي إنه المجتمع الصهيوني الوحشي ده هو ابن مين؟ ما هو ابن هذا الشمال ومش من عندنا هل هم مثلا شرق أوسطيين زينا؟ أفرق مثلا جايين من أقصى الغرب الأسيوي؟ لا هل هم ولاد هذه المنطقة؟ لا الكذبة الكبرى بتاعت إنه هم أبناء وأحفاد وناس لسيدنا يعقوب ما بين قسين إسرائيل كذب من إمتى الديانات عرقية؟ من إمتى؟ الديانات هي ديانة تذهب للناس اللي موجودة يتم التبشير بيها أو الدعوة إليها إلى آخره يعني في حاجة مثلا اسمها العرق المسيحي مفيش حاجة اسمها العرق الإسلامي مفيش ليه إحنا مستعدين نتقبل خدعة وكذبة كبرى اسمها العرق الإسرائيلي فبنقول بانو إسرائيل أو باني إسرائيل مرفوعة كانت أو منصوبة ليه؟ ليه إحنا قابلين دا يعني؟ أنا مش عارف نفس السؤال هو هو وليه إحنا عايزين نتقبل ونصق في إنه بي بي سي كويسة أو الانديبندنت أو الجارديان أو رويترز أو سي آن آن أو سي بي أس أو فوكس؟ ليه؟ أصل أنتو يا يوسف أنتو اللي هم مين؟ أنتو دا اللي هو أنا وإنت مش حاجة اسمها أنتو اسمها إحنا لما تيجي تشوف التغطية على سبيل المثال للحرب الدائرة التي لا أراها حرباً وإنما هي إبادة حقيقية لمجتمع بشري بالكامل موجود في منطقة عربية اسمها فلسطين شوف التغطية المصرية عاملة إزاي؟ كمان الدور المصري سواء إذا كان الدور الإنساني أو الدور السياسي اللي بتلعبه مصر في التهدئة أو الدور لأجل إن إحنا نحشد العالم لأجل الالتفاة إلى إنه هناك قضية كبرى اسمها فلسطين المحتلة لا 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 الدور الإعلامي بتاع الإعلام والصحافة المصرية في هذه التغطية هي التغطية التي لا تحمل أي انحياز على الإطلاق يضر بالحقيقة هتيجي تقولي يعني إحنا إعلامنا مش منحاز لا بالتأكيد إعلامي منحاز لمبادئي إعلامي منحاز لمجتمعي العربي إعلامي منحاز لوطنيتي ده مما لا شك فيه أي إعلام بالمناسبة فين حيازات ومين اللي علمك إن الإعلام حيادي يعني مين اللي روج لهذه الأفكار أقولك مين اللي روج لهذه الأفكار الناس اللي متصورة إن بي بي سي هي الحياد وبالتالي إنه بي بي سي محايدة وبالتالي أي إعلام معني لازم يكون محايد لا الإعلام مش لازم يكون محايد ولا حاجة لازم يكون موضوعي فيه فرق ما بين إن أنا يبقى محايد فيها حاجة اسمها حياد أصلا في الوجود لا ما فيش حاجة اسمها حياد في الوجود يعني ايه الحياد في ان انا اسألك مثلا عطشان ما انت هتنحاز لشعور ما اسمه العطش فهتقول لي اه او هتنحاز لشعور اخر اسمه انه لأ مش عطشان مش حاجة اسمها حياد الحاجة اسمها انك تبقى موضوعي تبقى واقعي تبقى امين تبقى اخلاقي تبقى مبدئي عندك مبادئ عندك اخلاق تتحلى بالأمانة ده اللي عملوا الإعلام والصحافة البصرية لو أنت عاوز تبص على يعني مرحلة زمانية ضيقة هي من يوم 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم 130 يوم من الموضوعية و130 يوم من المهنية و130 يوم من الأمانة والانحياز الوطني والإنساني انحياز للقيم الإنسانية وانحياز للقيم الوطنية بي بي سي كذابة تاريخ من الكذب تاريخ من الزيف